اشتركوا في القناة سلسلة من الإنجازات الإسكانية التي تحققت في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدة حفظه الله ورعاه واهتمام كبير توليه الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لتوفير الوحدات السكنية للمواطنين احنا في وزارة الإسكان سعيدين باستقبال المواطنين في اليوم الأول بعد صدور أمر سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء المقر بتوزيع ألفين وحدة سكنية طبعا هذه الأوامر تعكس بشكل واضح اهتمام سموه الشخصي في الملف الإسكاني طبعا هذه التوزيعات اللي بدأنا فيها ان شاء الله اليوم تأتي استكمال للأمر السابق بتوزيع ألفين وحدة سكنية ومن المؤمل ان شاء الله أن يمتد برنامج التوزيع من اليوم إلى قبل نهاية هذا الشهر بمشيئة الله تعالى عادينا جدا اليوم بتوزيع ألفين وحدة سكنية إضافية ذلك بتوجيه من سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الموزراء حفظ الله ورعاه اليوم ابتدينا في مدينة شرق سترة وساعدنا بتواجد المواطنين معانا اليوم وشفنا السرور وشفنا الحمد لله أن المشروع ماشي على حسن ما يكون في الوقت وفي وقت الجدول الزمني المطلوب منه فاليوم استلموا الشهادات لبيوت وبإذن الله هناك جدول زمني لتوزيع ألفين وحدة سكنية خلال الأسبوعين القادمين وذلك على مختلف مناطق مملكة البحرين إلى ذلك استقبلت الوزارة عدد من المستفيدين بمبناها بالمنطقة الدبلوماسية من أصحاب الطلبات الإسكانية وذلك لاستلام شهادات التخصيص بمدينة شرق سترة بالإضافة إلى تسليم المفاتيح في مدينة شرق الحد ضمن وطيرة عمل متسارعة ومستمرة أشكر صاحب السمو الأمير سلمان بن حمد على المبادرة الجميلة وجزاها للأخير في ميزان حسن عطا سعيدين الاستجابة السريعة من قيادتنا الحكيمة تلبية طلبات الإسكانية وصراحة وقت قياصي سريع جدا في تسليم الطلب هذه نشكرهم وسعادتنا لهم لا توصف اليوم لما جيتنا حينما شفت استلامت الشهادة فعلا نقدم كل الشكر شكر ما لا حدود عندما اتصله وزارة الأسكان كان شعور الأهل والبيت والفرحة في وجهنا وإن شاء الله البلد بالخير لهذا أشكر وزارة الأسكان على جهدها وأشكر القيادة على الجهد اللي يبدلونه لإسعاد المواطن هذه التوزيعات الإسكانية تأتي بالتوافق مع التزام الحكومة بالعمل على توفير 25 ألف وحدة سكانية ضمن برنامج الحكومة بما يحقق التطلعات المواطنين مشاريع سكانية متميزة وخطة عمل متكاملة لإنشاء مدن جديدة ومشاريع تنموية تسهم في إيجاد المزيد من المشاريع الإسكانية التي يمكن للمواطن الاستفادة منها وذلك تحقيقاً لأهداف خطة التعافي الاقتصادي خولة لجرينيس مركز الأخبار تلفزيون البحرين